بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم المشروع ده هوت هو زراعة البتونيا تمام البتونيا معروف ان هي ظهر شتوية باعتبر حولية يعني تمام احسبوها زي ما تحسبوها انا متقصص او في الزينة ولكن يعني المشروع ده عاملينه عندنا وكويس يعني انا بصراحة مقتنع به يعني عندي تمام فجبنا البتونيا من شركة سكاتة البزور بتاعتها طبعا معروف ان هي لا الوان كتير اه فانت بتجيب الالوان متشكلة يعني تمام يعني كزا لون بتجيبهم ولما بنجيب يا جماعة بنجيب البزور بتاعتنا وبنيجي في اه شهر تسعة او اول عشرة وبنبدأ اللي هو اكتوبر يعني وبنبدأ تزرعها في صواني عادي زي الفلفت زي البتنجان زي اي حاجة خالص ما فيش اي مشكل خالص تمام بتجيب وبتزرع تمام بتزرع في الصواني دهية طبعا بتكون فيها اه البوتنج سويل اه اللي هو اللي هو الجاهز اللي هو ده اللي هو زي الالماني ده او غير خلافه يعني اتحاد اوروبي او من اي حاجة المهم انه هو يكون متعادل يعني فيه البتش بتاعه ما فيهوش مشاكل بتبدأ اه 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 تجيب اللي هو الايه البوتنج سويل ده هو او تجيب الطربة اه اللي هي فرموكلايت مع بيتموس وبتخلطهم ببعض وبتملق الصواني بتاعتك عادي خالص تمام بتملق الخلطة بتاعتك عادي خالص زي ما تكون ناعد تزرع فلفل زي ما تكون تزرع بتنجان اي حاجة بتزرعها وبتحط البزرت البتونية فيها وبترويها وبتحطها في مكان اه سيادتك يكون شبه اه مزلل تمام بعد ما بتحطها في نبات اه في مكان شبه مزلل هتبصت لها هبتدي التنمو تبقى بالشكل اللي حضرتك شايفو ده تمام دي الصينية تمام دي الصينية دي الصينية اهو اه كل ده يعني كل ديا بتونيا دي كل دي الصيني تمام اهي هتجبها وتبدأ تنقلها تاني هتنقلها في كبايات زي دي كده تمام كبايات زي دي اهي تبدأ تنقلها في كبايات زي دي طبعا بتعمل خلطة للكبايات دي الخلطة بتبقى 50-50% بتمس اهي تمام وخمسين في المية رملة عادية خالص تمام دي رملة خمسين في المية وخمسين في المية حجمة طبعا دي خمسين في المية مش وازن حجمة ودي خمسين في المية اه اه تربة تمام اها وبنبدأ نخلطهم على بعض نبدأ نخلطهم على بعض نخلطهم على بعض كده ممكن تحط شوية مغزيات عشرينات ولا حاجة مية جرام ولا حاجة عشرينات مفيش اي مشكل خالص اه مش محتاجة مطهر فطر ولا حاجة لان الرملة طبعا لسه جديدة رملة محاجر عادية مفيش مشكلة والا التربة طبعا بتبقى جاية كده كده معقمة يعني مفيش اي مشكل خالص اه وممكن تحط لها اي حاجة مطهر فطرية ما تحطش مش هتفرق فكتير لحد ما بتبقى بالمنظر ده خلطناها خالص اه طبعا انا من النوعية اه اه اجيب الجلس ده ونبدأ نعبيه يعني انا من النوعية اللي بحب احطه اصلا فيه شوية عشان الصرف تحسن بحب احط فيه شوية خرصانة اهو السن ده احب احطهم فيه يعني تمام واحط فيه املاه البتونية اهو وبنرص جنب بعضه بالمنظر اللي حضرتك شايفو ده تمام؟ يعني احنا بنحطه بالمنظر ده 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 الحد الاخر كده ما نزروع اهو ديت كل دي اه بالتونية تمام؟ اه بنجيب كده وبنرص جنب بعضه كده برص جنب بعضه تمام؟ على التندات دهيت او الوحة شبية اي حاجة يعني عندك المهم تكون ترابيزات اه زي دي وبنبدأ نجيب اللي هو البعض ما بنرصه خلي وليكن هنا مثلا اهو 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 اجنب بعضه كده تمام؟ زي زي بالزبط ما احنا اه قلت لحضراتك وراته لكو هنا اهو تمام؟ اهو اهو اه بنجيب كده وبعد ما بنرصهم جنب بعض بنديهم مية اه شديدة دي مية كويسة جدا وبنيجي اه ناخد الصينية بتاعتنا اهي ناخد دي ناخد كده ونخرم لها بايدنا كده بصبعنا وبنحطها اهي هم هتاخد من دي اهي اجمل زهرة هتاخد منها اجمل زهرة ومشروع طبعا سهل جدا يعني انت لو قاعد لوحدة كده تعملك الف مرتاح يعني انت لو قاعد لوحدة في الكبايات كده من اول يوم لاخر اليوم هتعملك الف الفين مرتاح ولا وجع دماغ ولا غيره عشرين يوم بالزبط شوية يوريا تمام شوية عشرينات ماشي هتحطهم عليهم تخلط العشرينات ورشت عناصر صغر عشان اللون بتاعها بقى كويس وبتاخد الجلاص كده وبتبيعه كده بتختلف طبعا من مكان لمكان قد يصل مكان ده الى في بعض الاماكن بدون مبالغة لدولار يعني عشرين جنيه مصري واحد دولار تمام ممكن يصل لتنين دولار في بعض الدول اتنين دولار في بعض الدول طبعا دي مزرعها من اسبوع زي ما انت شايفها دي احنا زرعينها من اسبوع ما شاء الله يعني تاخد لها 15 يوم كمان وتبيعها ولا يعني في شهرين اتنين ستين يوم بتوصل ما شاء الله لانك انت بتاخد اه اربعين في المية من اللي انت حطيته بجد والله يعني لو عاملك عشرين تلاتين الف بتبيعهم ما شاء الله بتجي تشيلهم من عندك ما فيش اي مشكلة خالص في القصة دي مشروع سهل جدا وبسيط وممكن يكون نواهل انك تطور نفسك في الباقي يعني انا بدي فيها هوا وباذن الله تعالى اتطور نفسي في الباقي لان انا اصلا ولا حتى في باكاليريوس ما درستهاش في ماجستير ولا دكتوراه بس في الباكاليريوس كنت بكره بكره الزينة اصلا يعني كنت حتى بجيبها مقبول او الله فما بحبهاش يعني انها كانت اسمقها مكالكعة كده واتذكر الدكتورة رفاعة الضبع اللي كانت بتدهلنا في زراعة القاهرة فكنت بكره الزينة الاخر خالص يعني بس كده يعني ديت الداتونية بسهولة جدا يعني اهي 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 دي الداتونية اهي دي الداتونية اهي ودي المشتل بتاع الصغير لسه اهي اهي بتاخدها كده وتشيلها ديت داتونية مشروع كويس والله انا ناوي بصراحة ربنا يعني اه ادخل في دخل جامدة السنة الجاي ما شاء الله ولا عايزة شغل وعالزة كتب ولا عايزة اي حاجة خالص حاجات من ادفع ما يكون ومن اروع ما يكون في نفس الوقت فياريت اه الشباب الصغير يقدر يعني يزرعها كويسة بصراحة والله واريت كمان حوليات تاني شتوية ممكن اه نجيب ونزرع وامور اكتبها كويسة واحدة واحدة تبقى صاحب مشتل وتكون الموضوع ده هوت يعني انت بارع فيه يعني ممكن الموضوع ده والله في يوم الايام انت تكون بارع فيه ما شاء الله يعني انا حبيت القصة دي والله انها مربحة وارخصة جدا ومش مكلفة ولا محتاجة مجهود ولا محتاجة اي حاجة خالص محتاجة بس فكري ودمر كويس دي بعد ما تشوف الزهار بتاعتها يعني هتكون ولا اروع البنفسيجي والاحمر وكل الالوان بقى هتلاقيها فيها حياكم الله وشكرا لحضراتكم